طاهر محمد طاهر واحد من اللاعبين اللي مرسل كرة لمدير فاني النادي الاهلي واضح انه بيعتمد عليهم اعتماد كبير جدا وهو فعلا مرسل كرة شايف طاهر محمد طاهر عنصر مهم جدا في الفريق فريق النادي الاهلي طاهر محمد طاهر لعب كبير جدا طاهر محمد طاهر بيفيد النادي الاهلي فأكتر من حاجة دفعيا وهجوميا وفي مركز مختلفة كل حاجة كل حاجة ليه النهاردة متوتر ليه النهاردة متوتر تدخل بسترز القدم محايلين تحكيم قالوا إنها ما تستحققش الطرد عشان هو ما دخلش وما فرطش رجله مش بس هو بيعملها كان ممكن ممكن الحاكم وجهة نظره يقول إنه طرد فكان هيتر يتبدري واحد في واحدة تانية كانت في النص الأول من الشوت التاني على ما أتذكر واحد خطف منه كرة رح هو طاهر مد رجله عشان يجيبه لو كانت لبست في رجله في رجل اللعب الإسماعيلي كانت هتبقى طرد بس ما لبستش ما لمستش فعدت التالتة تابتة التالتة تابتة رح برضو بدون كرة دخل في لعب الإسماعيلي ليه ليه هي كانت مع نهاية المباراة فالأهل فنان في هذه المباراة ما تأثرش بس هيتأثر في المباراتين هيغيب عنهم طاهر محمد طاهر ليه ليه التوتر الزايد أول مباراة في الموسم الأهل الأفضل من الإسماعيلي ما فيش احتياجات في المباراة تخلي اللاعبين تتوتر مع بعض فيش أي حاجة فيش أي حاجة تدي بيها مبرر مش عزر يعني تقول إيه آه هو عمل كده عشان كان متوتر شوية في كل أحوالي اللي عمله غلط بس تفهم هو عمل كده ليه ما تلاقيش سبب ليه لو أحبيه سابقا لين ناس أو اللعيبة الموهوبة دي تعمل حاجات زي كده عشان كده بالمناسبة يعني بالمناسبة الأهل قرر إنه يضاعف العقوبة اللي موجودة في اللائحة ضد طاهر محمد طاهر عشان الأهل برضو شاف اللي احنا شفناه بدون داعي بدون داعي يعني بياخد بطاقة حملاء مباشرة الأهل كده كده في اللائحة في عقوبة عالية عقوبة مالية الأهل هيضاعف هيزي العقوبة المالية عشان شاف إنه كمان طاهر بيالغ شوية بيالغ بدون داع أثناء المبروكة إنه عايز الترد فده موقف محترم بالنادي الأهل كنت مستنيه وهائل ويومنا بفرج على المباراة بقول الأهل اللي لازم يعجبه قبل اتحاد الكرة أو قبل لجنة المسابقات بس الأهل اللي لازم يعجبه ده ده العادي بتاع النادي الأهل إنه بيسبق أصلا اتحاد الكرة في عقاب أو تقويم لعابين ده العادي بتاع النادي الأهل ملحوظة